بيلاقي في حاجة كتير من الناس مش بيحبوا يتكلموا عنها واحنا في رحلتنا من التوافق الى السعادة من التوافق الى الرضا الى السعادة بيبقى في حاجة مسكوتة عنها والناس مش عايزين نتكلموا عنها كتير ايه هي بقى؟ تحدي كده محتاجين نبص على البيت ونشوفه واحنا عارفين ان احنا عايزين نحل المشكلة انتو عارفين ان احنا دايما بنقول ان الحب ده اللي هو الحب الاول فاحنا هنكلم عن تحدي اسمه تحدي الحب الاول ايه بقى حكاية تحدي الحب الاول ده؟ تحدي الحب الاول ده عند كتير من الرجالة وكمان كتير من الستات بس الرجالة اكتر ان هو ده الحب مفيش بعده حب وده معناه ايه؟ هيفضل مرسوم في القلب وشعرهم فصادف قلبا خاليا فتمكن فالحب الاولاني ده تمكن فدايما بنقول ان الحب ده اكتر حاجة اتكتب فيها اساطير وبي عندنا ان الحب الاول ده اكتر حب هو الحب المليان بالمشاعر وتوهج والاهي بالمشاعر وتوهج العواطف احنا خلينا الحب الرومانسي وخاصة ان الحب الاول ده ليه سلطان على القلوب يؤمر وينها وليه قهر وليه ازلال فبدل من انه يصبح الحب محرك للارادة لا فالحالة دي بيتحاول الحب ده في اكتب من الاحيين الى كاسر للارادة وتخطر جدا 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 تعالوا بقى واحنا بالتكلم عن الحب الاول نقول ان فيه مشكلة المشكلة بقى لما الحب الاول ده يعمل حياة موازية بعد الجواز ده خطر جدا وهو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة ان يبقى فيه خط كده الزوج او الزوجة عايشين في زواجهم بس قلبهم متعلق بالحب الاول الزوج في الحالة دي ممكن يبقى مثالي جدا جدا وبيعمل كل حاجة لزوجته لكن بيعملها بلا روح بيعملها لو كأنه بيعملها لواحد صاحبه بس صاحبه عزيز عليه قوي ممكن ما يسيبوش بس اكيد ما بيعملوش لحبيبته ولا للحد المفروض مشاعر كلها تكون ديها لا 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 هو بيعمل الحاجات كلها في وقتها وتمام التمام بس ايه بلا روح انا الزوج ده بس اميه الزوج الهيكلي فيه هيكل زوج شبح زوج بس مفيش زوج حقيقي والست دي اكتر حاجة بتحس بيها بتحس انه هو في الحقيقة مش حاسس بيها بيحصل عند الزوج ده انه يثبت للحبيب للحبيبة الاولى عنده صورة كده ومش بيقدر يستقبل اي مشاعر من زوجته مهما قدمت له وتبقى الصورة الاولى دي هي الصورة الاساسية انا عندي نموذج بيحطم اسطورة ان الحب الاول هو الحب وما فيش بعده حب هذا النموذج الرائع نموذج وما ارسلناك الا رحمة للعالمين حدش في العالمين يشك ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة خديجة ده حب حب حضة النبي هو الحب الاول الحب الاعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وين اللي حاصل فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشة ما جيش قال لهم ما فيش بعد ما فيش خلاص هو الحب الاول وحب السيدة خديجة لا قالوا من احب الناس اليك قال عائشة فإن اللي حاصل فرسول الله نعم كان له حب أول وما زال مستمر بس هذا لا يمنعه من أنه هو يدلل السيدة عائشة يدللها بحب ولما يسألوه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من أحب الناس إليك يقول عائشة وعشان كده لو حصل والزوج قابل الحبيبة الأولى في أحوالنا دي في المشكلة اللي احنا فيها دي بيرجع تاني للخلف وتتجدد عليه كل المشاعر وممكن يحاول يتواصل معاه وتضطرب المنظومة الزواجية كلها لأن فيه طرف تالت كان موجود طول الوقت وخرج من حالة الكمون إلى حالة العيان إلى حالة الزهور هو كان في حالة الكمون منتظر للحظة المناسبة أن يظهر فيها ولما تحصل المقابلة التانية أو يقدر يوصل إلى أخبار عنه عن الحبيب الأول أو الحبيبة الأولى بيظهر ده وفيه هناك وفيه شيء احنا لازم نفكر فيه شوية مع بعض بيحصل للزوج لو كان مقدرش يتجوز حبيبته الأولى فبيحطه في مساحة من الخال ويسقط عليها كل المشاعر وكل المحاسن وكل الجمال وتصبح كأنها شخص أسطولي في كل الزوايا فيه كل المزايا وكل الحسنات وشوفها من كل الزوايا شيء باهر وهي في الحقيقة مش كده وتحصل له حالة من حالات احنا بنسميها حالة الافتتان وهي حالة فوق الحب وهو حب جاري في خيالي مالوش صلة بالشخص ولا بالواقع بعض الناس في حالة الافتتان مش بيشوف حقيقة محبوبه واللي بيحذر منه طول الوقت ان الناس يحصل لهم الافتتان ده ان الشخص لابد ان هو يكون معتدل المزاج بس هو في الحقيقة مساعدة ما بيقاش معتدل المزاج شوفوا الكلام اللي حصل في قصص الحب ازاي لما الناس قالوا له وهي دي عبلة هي دي بثينة ما كانوش مصدقين للنواء قال فيها كل الكلام ده طب هل التعلق بقى خارج الجواز ده شكل من اشكال الاعتدال لا 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 التعلق خارج الجواز بشكل ليس من اشكال الاعتدال بس الشخص اللي عنده نوع من الناس التعلق ده وبيجاهد ده وبيعيش حياة كاملة مع زوجته هو ده الشيء اللي فيه اعتدال انه ممكن واحد يحصل له ده سيقاوم ده ويعيش حياة كاملة ليس فيها اي شيء لغاية ما يزول عنه ده على فكرة نعم ان عارف ان ده بيكون فيه مشاعر طاغية ليس لها اي منطق وبتعطل العقل من انه يشوف الحقيقة ويشوف الواقع وهنا بيكون الزوج او الزوجة عايشين العلاقة الزوجية على ان هي حكاية واجبة بس لكن مفيش ايه مفيش مشاعر مفيش حياة مفيش احساس مفيش خصوصية علاقة فبيحاول في بعض الاحيين دي الزوج يرجع للحب الاول في حياته وببعضها بيعيش معاه في خياله وببعضها يبقى رجل هنا ورجل هنا ولما الزوج بيعيش مع الحب الاول في خياله بيعمل مقارنات طول الوقت لدرجة انا شفت في بعض الاحيين بتتعرض علينا حالات لما يكون الحب الاول ده بيكون على حالتين اما يكون الحب الاول ده سيء فيسيب اثر زي الندوب كده أو في الأثر السيء ده وتيعمل إيه؟ يخلي الرجل عنده شك في كل الزوجات في كل النساء فيبقى عنده تعامل سيء مع زوجته أو يبقى عنده أو ممكن يسيب أثر مرغوب فيسيب أثر دايماً برضو بيبقى خطر على الزواج لأنه طول الوقت عايز يعمل إيه؟ عايز يوصل للأثر ده لأنه ممكن يفرقهم وهم موجودين في الحب ده ظروف أو شيء من هذا القبيل فيفضل هو متعلق بده وفي كل الحالتين سواء الأثر كان سيء أو الأثر كان إيابي لتنين بيكونوا خطر على الحياة الزوجية الزوج مثلاً حب واحدة من زمانه وخنته وغدرت به فبيحصل له نوع من أنواع التعميم في مخه ويقول كل الستات خينين وفي السياق ده فيه واحد فشل في الحب وبقى عنده مظلومية فبقى عنده نفس الأفكار السلبية عن الستات فيلي بيحصل فكل الحكاية بين الأشياء السلبية اللي كانت في حبه الأول على زوجته وزوجته يعني ملهاش ده ولو كان الحب الأول حصل فيه شيء إيجابي وكان مرغوب جداً 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 عنده عيبتدي يقارن بين الحب الأول وبين زوجته في كل شيء فممكن يجيب لزوجته نفس اللبس اللي كان بتلبسه ونفس العطر ويستخدمه اللي كان بتستخدمه في الحب الأول وزوجة ساعتها بتفهم بقى لما تبص تلاقي هي ولو جاب لها هدية ممكن ما تفهمش لك لما يجيب لها ستايل كله فبتحس إن هي إيه؟ إن هي تحولت إلى أداة أداة بيتذكر بيها إيه؟ حب الأول